أتمنى أن الموسم الجديد يكون في بعض النقاط وبعض الظوهر اللي لازم تختفي من ملعبنا لو عايزين نطور بطولة الدوري طيب إيه هي أول حاجة التعدلات الكتيرة أول حاجة التعدلات الكتيرة إحنا أكتر دوري في العالم فيه تعادلات وده بيقتل المتعة وبيقتل اللعبة وبيقتل الدوري عندك كم من المدربين عندهم تخوف من خسارة وظيفتهم مما يدفعهم أن هم يلعبوا على التعدل إن أنا النهاردة أخرج بالنقطة أنا النهاردة مش مشكلة حتى على فكرة فيه مدربين كتير للرأسف ماتش سهل ممكن يكسبوا ماتش على ملعبوا يقول لك لا لا أنا ما خطرش ما خدش مخاطرة تعالوا نشوف كده أرقام التعدلات اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت عشان نراجع مع بعض إن إحنا عايزين نتطور في إيه السنة اللي فاتت تخيالوا كان فيه مية وخمسة مباراة في الدوري خرجوا بالتعدل يبقى أنت عندك أكتر من خمسة وتلاتين في المية من مباراة الدوري بتخرج بالتعدل صح؟ كم من أصل من إجمالي 306 ماتش تخيلوا رقم كبير رقم كبير وهجب لكم بعد كده حضراتكم مقارنة بدوريات متقدمة عندنا شوية هتلاقوا أن التعدلات أقلب كتير ليه؟ لأن فيه فرق كتير النهاردة في الدوري مدربين كتير مدرستهم أنا إيه مش موضوع خلي بالكو زي زمان كبان بقى إن أنا إيه لو ما كسبتش مخصرش عفكرة معادلة لو ما كسبتش مخصرش دي معادلة مقبولة إنما معادلة إن أنا بلعب على التعدل وإن أنا عندي الفرصة إن أنا خاطر وابتدي إن أنا ضيع وقت والناس كذا وهكلمكم في القصة دي دي مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة جدا فإحنا النهاردة عايزين نشوف طريقة إزاي إن إحنا عدد المباراة اللي بتنتهي بالتعدل تكون أقل طيب والتعدلات السلبية أبصوا التعدلات السلبية 42 مباراة 42 مباراة والتعدلات الإيجابية طبعا 63 مباراة ترجمة نانسي قنقر